استطعت مبادرة الجيل الجديد برعاية رئيس الجمهورية أن ترصخ في شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة القيم الاجتماعية والوطنية وقيم الولاء والانتماء منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية لبناء الإنسان في هذه المناطق ثقافياً وفكرياً وبمناسبة بداية العام الثالث للمبادرة نظمت الوزارة احتفالية بمنتجة عن الحياة التابع للوزارة بمنطقة الفستاط استمتع خلالها شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بالألعاب الترفيهية نقدم نحتفل للعام الجديد الثالث وفقورة جداً أن أنا في مبادرة الجيل جديد تعلمت أن أنا أبقى عندي مشاركة إيجابية وتعلمت أن أبقى عندي تموحة صاتيجات فرحانة جداً ومشكر رئيسيات ترعيسس دي تالت سنة ومبادرة تضمنها فيها إن صراحة فقور قوي وشبت عجلات تعلمت حياتي وأنا أقدر أكمل عشان هقع حيني المبادرة التي استطاعت تشكيل وجدان الشباب وزرعت فيهم الأمل والحلم والتحدي وغيرت حياتهم للأفضل تضمنت احتفالية بداية عامها السالث حلقات نقاشية عبر خلالها الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم وتمنياتهم لمستقبلهم بعد أن فتحت لهم مبادرة جيل جديد أبواباً من الطموحات والأحلام يمكن تحقيقها أنا هسألك سؤال يا حبيبة إيه الحلم اللي كنت بتحلمي زمان قبل ما تتنقل الأصمرات كان حلمي قبل ما أجل الأصمرات كان حلمي دائماً أن أنا زي ما بيشوف في التلفزيون مثلاً أولاد بيروح في نوادي كده فكان حلمي أن أنا أكون شركة في نوادي أسر ثقافة الكلام ده فلما روحت حالي الأصمرات كان الكلام ده كل المتوفر إيه يا خالد اللي تغير فيك وإنت حاسس أن وجودك في مبادرة كلنا واحد غيرك وخلك تبص للدنيا بشكل مختلف المبادرة خلتني عندي دموح بتقعد على الفيسبوك كتير يا خالد؟ شوف ناس بتهاجم بلادك أو بتهاجم مؤسساتها أيوة بشوف بس أي بني آدم هتقابله مشاكل في حياته مهم أنه هو يعافر مهم أنه هو يعافر ما يهموهش كلام الناس ما يهموهوش كلام الناس بداية المبادرة كلنا حاجة ودلوقتي بينا حاجة ثانية خالص أعلمونا إزاي نتعامل مع الناس ونحترم أسرتنا ونحترم بلدنا ولسه فيتهم حاجة جاية كتير تعالينا من مبادرة حاجة كتير تعالينا الرادة والتحدي وإزاي نتخافة على بعض شاهدت مبادرة جيل جديد لبلدنا بتتطور للأحسن وإحنا منتطور معها شهدت الاحتفالية حضورا من عدد من الفنانين والإعلاميين وخبراء الموارد البشرية الذين أسنوا على المبادرة وما لمسوه من تغيير في هؤلاء الشباب خلال مراحل المبادرة مبادرة كلنا واحد جيل جديد ثلاث سنين النهاردة بنحتفل مولود جديد بيولد أمامنا جميعا بنشوفه إحنا شهداء على هذا الفكر على هذا التطور على هذا البناء العظيم وليس المقصود بالبناء البناء المعماري فقط ولكن بناء العقل شفت قد هناك فكر متطور هناك لغة أخرى هناك شباب جديد جيل جديد فعلا فأنا يعني بتقدم باسمي واسمي كل فنانين مصر بكل شكرة التقدير لفخمة الرئيس عم فتاح السيسي على مبادرة جيل جديد أجمل كلمة سمعتها النهاردة إحنا ما كانش عندنا أحلام قبل ما نروح المناطق الحضرات وبقى عندنا أحلام الحقيقة مختلفة بيشتغلوا، بينتجوا، بيتعلموا، بيجوا هلا بيشوفوا بلدهم دي الناس إن الحقيقة ما يتخافش على الوطن طول ما تفكرهم بهذا الأسلوب قدرنا إن إحنا نسجل نجاح كبير جداً في شخصية الشباب دول متخالقة دي الشباب دول قدروا يتطوروا تعليمياً وسلوكياً وأخلاقياً مبادرة إيجابية، مبادرة بناءة، مبادرة بتهدف لخدمة الإنسان لأن بناء الإنسان وتطوير الإنسان ووضع مفاهيم جديدة للشخصية المصرية اللي تواكب الجيل الجديد وتواكب الجمهورية الجديدة هو ده اللي إحنا بنهدف ليه الاحتفالية استعرضة خلالها الطلائع مواهبهم أنا مصري بلدي، أنا مصري بلدي وأفتخر بتوربها أرضي وإن كان ما بيني وبينها نار هدسوا عدي وهيجي يوم وتعرفوا إمتي البلدي بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحد شوفنا في المبادرة إنجازات بلدنا العظيمة مفخورة إن أنا جزء من المبادرة دي زيما أنا مفخورة ببلدي اللي شفتها من ثلالة المبادرة تعلمنا في المبادرة دي يعني تسامر لما زلنا المسجد والكنيسة في العسيمة الإدارية وعرفنا أنه مبانوا في نفس الوقت وعرفنا أنه تكافل اجتماعي وأقدمه أسرد بلد عظيمة وإن شاء الله نكون جزء من المستقبل ده ضمن لشان استفادت منها برضو من خلالها زي المبادرة الرائعة زودت معلوماته بدأ يبحث عن كل ما هو جديد في بلدنا العظيمة ويرس روكياته نفسه يبقى مثلا زي الزباط اللي أنا اللي هو بيبقى الجاي هو عيز بقى أنه هو المرة الجايب وهو اللي مع الأولاد في حاجات كتير شافها في البلد ما كانش نعرف عن عنه حاجة عاصمة الإدارية يعني كادوهم أسبوع كل يوم كان بيوروهم مكان شك ومبنى شك في حاجات كتير أنا عن نفسي ما كنتش عرف عن حاجة بس معنا في التلفزيون الولاد صراحة تغيروا كتير اللفوا اعتبر البلد كلها من محافظة لمحافظة بتفرضوا على المشروعات الجديدة الصناعات اللي بتعملها الدولة صراحة الولاد بقى عندهم تغير في السلوك والانتماء والفكر بقى بيحبوا بلدهم أكتر كل مرة بينتظروا الزيارة الجديدة في المبادرة عشان يتعلموا حاجة جديدة واستفادوا حاجة جديدة كما كانت فرصة لتقديم فقرات فنية وغنائية لاقت تفاعلا من الجميع شوفنا حقيقي بلدنا بتكبر يوم ورا يوم واحنا بنتغير حتى حياتنا بقيت للأحسن حينوا بقى قدامنا بيزهر شوفت مجهود المهم اللي بتفزيله وزادة الداخلية علشان تربطهم بالبلد أكتر توريهم من الحاجات اللي انجازات اللي بتحصل على الأرض أبدأ أهياء أنا منهم يبقوا نمازج في المجتمع نمازج قوية نمازج مفيدة في ختام الاحتفالية وجه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية بابا الرئيس عبدالفتاح السيسي أنا وزميلة في مبادرة كلنا واحد جيل جديد بنشكر حضرتك انك فعلا غيرت حياتنا وعملتني للمبادرة الحلوة دي وخلتنا نشوف الدنيا بشكل تاني بالمبادرة خلتنا نزور أماكن مكناش مصدقين انها حقيقية وعرفنا ان كل حاجة عملت كانت مهمة لمستقبلي وانه هي دي معصر الجديد ده احنا كمان بنغير أهالينا وأصحابنا احنا فكرنا ازاي نوى انوصل احساسنا لحضرتك واننا بنحبك ونفسنا نقابل حضرتك لانك أملنا في بكرة وعلى ايدك نحقق كل أحلامك شكرا يا بابا